اشتركوا في القناة الوارزون ويحصل على بعض المعلمات حول اللعبة مثل قصتها ومعد اطلاق واللي راح يلخصها لكم بالنقاط الاتية الان اللعبة راح تصدر يوم 13 نوفمبر 2020 ورح يتم الكشف عن طوره الاونلاين في 9 سبتمبر واللي يطلب اللعبة مسبق راح يحصل على وصول مبكر للبيتا المفتوحة قصة اللعبة راح تكون تكمل مباشرة لحدات لعبة بلاك كوبس 1 اللي صدرت في 2010 القصة راح تعود بنا لثمانيات القرن الماضي اللي هو ايام الحرب الباردة راح نصادف فيها شخصيات تاريخية وحقائق مرة حصرت في الوقت ذاك كجندي من جنود قوات النخبة راح تلاحق شخص غامض يدعى بيرسيوس يحاول تغيير توازن السلطة والقوى في العالم لتغيير مجرى التاريخ الى الابد هنا يجي دوركم بوجود شخصيات بلاك كوبس الأسطورية مثل ميسون وهودسون ليقاف مؤامرة كان يحضر لها منذ عقد طبعا زي ما انتم عارفين قدرنا يعني نقول لكم انه امس قدرت اقول لكم ان ما في ترقية مجانية من اللعبة للجيل الجاي الا في اللي هو نسخة اللي تقريبا ممكن قيماتها ثمانين دولار وشيزي كذا تقدر تنقلها معك للبلاي ستيشن فايف هذا بشكل مختصر وسريع تسريبات وعن اللي هو القصة ومعد اطلاق ولي راح يكون اليوم باذن الله الحدث الخاص في الوارزون للعبة تكون في دوتي مدر الوارفير اللي هو كت 16 الساعة 8 ونص تقريبا او دخلوا اللعبة تقريبا على 28 زي كذا دخل الوارزون علشان تحضرون الحدث هناك في الوارزون يعني تقريبا تقول نفس نظام فورتنايت زي كذا فها حركة جدا جميلة واذا اعجبك مقطع تضغطون على زر اللايك واشتراك بالقناة وفي زر التنبيهات امان الله